قال قال وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننا وجاء أبو عبد الرحمن السلمي فصنف لهم كتاب السنن وأبو عبد الرحمن السلمي ده هو صاحب كتاب طبقات الصوفية حيزكر لك بعد شوية كتاب فارغ ساكت وكتاب طبقات الصوفية ده حاكوه ناس عبد الوهاب الشعراني فعملوا الطبقات الكبرى وعمل تاني الطبقات الصغرى برضو وحاكوه بتاع الطبقات والضيف الله وعمل طبقات اللي يسموه مشهور عند الناس بإسم طبقات والضيف الله أصلا أبو عبد الرحمن السلمي ده هو الأول العمل طبقات الصوفية ده الأول وكتاب مطبوع موجود قال وجمع لهم حقائق التفسير فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن بما يقع لهم من غير إسنادي ذلك لا أصل من أصول العلم بفسر قرآن براهم ما عنده أي سند ولا عنده أي مستند إلى كتاب أو سنة قال وإنما حملوه على مذاهبهم والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن يقول لك إحنا نتورع زهاد مبنى أكل الكتير والقرآن بينضم فيهم من رأسهم كلام كتير وكله باطل ثم قال وصنف لهم أبو نصر السراج كتابا سماه اللمع الصوفية ذكر فيه من الاعتقاد القبيح والكلام المرذول وذي حاكوناس الشعراني جاءوا قصص المجازيب والتعرى للبت مرة واحدة ذا الاخطبة وكل ذا بحاكو الناس ذي للأوائل بتاع النام والكلام المرذول ما سنذكر منه جملة إن شاء الله وصنف لهم أبو طالب المكي قوت القلوب فذكر فيه الأحاديث الباطلة وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي وغير ذلك من الموضوع وذكر فيه الاعتقاد الفاسد وردد فيه قولا قال بعض المكاشفين وهذا كلام فارع وذكر فيه عن بعض الصوفية أن الله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه كلام ابن الجوزي أنا جبت ليه لسببين كمقدم ومدخل والسبب التاني لأنه ده ما وهابي ده ما وهابي وبحكوا عنه الصوفية كلام كتير وبرجع له في كلام كتير طيب